وطبعا زي ما بقوله حاكه ده ماتش وهو ده الحدث خليوا بقى لحضراتكم النهاردة مباراة وكابتن خالب بتكلم مش مصر اللي هتتفرج عليها مباراة للدنيا كلها بتتفرج على هذه المباراة كله هيبقى متابع هذه المباراة هنا وبرا في العالم كله برمنخ مش اي فريق فريق اللي هو فيه نجوم منتخب ألمانيا أفضل يعني واحد من أهم منتخبات العالم النهاردة اللي موجود وبالتالي طبعا هيكون مباراة ممتعة واللي عايزينه زي ما بقوله كده يعني متعونا بس بالكورة بس خلاص مش حاجة أخرى ولا ليه ركزوا بس هنلعب كورة حلوة بتفرحونا بيعني حاجات لطيفة تليق بالنادي الأهلي بدون من ركز كذا وعملوا ايه والناس والتخلق وقالك كابت المرتاجي قالك اه بيخافوا من الأهلي وفعل الدحيل ما أنا وقلت بيخافوا من الأهلي ولكن كنت بتكلم على معز اسمه ايه معز علي كنت بتكلم عليه وليتكلمه على النادي الأهلي ولكن الناس كلها خادت بتاخد حق لنو منفعش منفعش تكلم ولا منفعش تكلم على هنا قلت ليه بتخلينا كمان نتكلم عنك ونتكلم عنك انت وليتكلم عن البلد اللي انت قاعد فيها واللي قاعد عندهم ليه ليه تدفعنا لده يا معز وانا قلتلك قبل كده قلتلك لما تيجي تتكلم على الاهلي تتكلم بحجم اللي انت البلد اللي انت قاعد فيها بس حجمها ايه والنادي الاهلي ايه سبعين سنة قبليك سبعين سنة الاهلي قبل اللي عندك فهو ده تاريخ النادي الاهلي تكلم حتى على وانت حد انا واحد اهوم كنت شعرف اسم الدحيل اللي لما قالك هيقبلي الاهلي الدحيل وانت الدحيل خد بطولات قبل كده يعني خد بطولات مثلا عندك بطولات في الدولاب بتاعك عندك كم بطولة وبطولة اللي عندك شكلها ايه خدت مثلا بطولة قطر فرقتين ونص بتلعبوا مثلا مع بعض خدت بطولة اخرى يعني معرفش كمان انه خد بطولات يعني حدش يعرف اسم الدحيل ده اساسا اللي لما قالك انه هيقبلي الاهلي فخد شهرة يعني فريقه اللي هو بيلعب له خد شورة عشان هلاقب النادي الاهلي بس وتعرف من الوقت ده انه في حاجة اسمها الدحيل في قطر ها وبعدين فتيجي تتكلم على الاهلي تتطول على النادي الاهلي تتطول على جمهور الاهلي مئات المالين حول العالم مش مليون ولا عشرات المالين الاهلي عنده مئات المالين حول العالم الاهلي مش موجه مصر في العالم كله عالم العربي والعالم ده هم محبين في الدنيا كلها الاهلي تتكلم ليه على الاهلي وليه تتكلم بشي طريقة دي حتى مسألة مفهاش يعني روح رياضية انت تتغلب تتغلب خلاص طبيعي كان لازم تتغلب بالاهلي وانت كنت داخل عشان تفوز على الاهلي يعني احنا زعلنا عشان الاهلي ما مدكش سبعة تمانية يعني ده اللي زعلنا الاهلي كان في امكانه يديك على اقل خمسة مش هدف خمسة بس احنا في الاخر الاهلي داخل عارف بيعمل ايه انه انا عايزة اصعب نازيل مباراة عشان اروح اقابل باير ميونف خلاص خلصت بهدف باتنين خمسة زي ستة اه كنا عملنا يعني حاجة كبيرة اوي نسجل يعني اهداف اكتر ولكن هي دي فالمعيز خرج عن كل حتى روح الرياضية انه هو بيتكلم كده او بيحاول يقلل ولا انت ولا غيرك ولا حد يقدر يقلل من نادي الاهلي هو نادي الاهلي هو نادي الاهلي اهلي مصر مصر مش بمصر جمهور لا 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 ما انا بقولك مشجعين مشجعين مصر بتشجع نادي الاهلي مش اهلوية بس كل يعني جزء من دولاب الاهلي اللي انا قلت لهم مرة واثنين وثلاثة يعني محتاجين نعمل استاد فقط للبطولات يعني نعمل كده استاد البطولات ده جزء يا معيز عايز اوريك بس جزء يا معيز هات عينيك كده وركز ركز بس عشان تعرف بس تاريخ الاهلي من 1907 بيحصدوا بطولات مش النهارده عشرين واحد وعشرين او مش اتنين وسبعين لما انتوا بدأوا يبقى فيه بلد موجودة على الخريطة وتعمل لها تأسيس اتنين وسبعين وبعدين لما يعملوا التحاقق قرى القدم ويعرفوا قرط القدم زيك كده يعني فقادي النادي الاهلي ده جزء بطولات بمناسبة يعني لو اريك البطولات لا لا ده نقعد حلقتين ثلاثة اربعة او ريك دوليب النادي الاهلي اللي هي خلاص بقت النهارده في الجزيرة لازم نعمل ونشدت الكاتب من خطيب قبل كده والله نشدته بنشده تاني النهارده عايزين كابتن بيبو لو سمحت محتاجين نعمل استاد فقط للبطولات عشان خلاص بقى زحم او الجزيرة يا جماعة بطولات ومشاركات وانديع عالمية وحاجات كده وباية يعني حاجة جمدة اوه ما شاء الله هو الاهلي يا جماعة النصر يحلق يحلق ويحلق ان شاء الله مع الجماهير المحترمة المصرية وجمهورنا العظيم في كل مكان جمهور النادي الاهلي تعالوا ها ها ها